حياكم الله عزيزينا الآن في ورقة عمل عن درس احتمالات الحوادث المستقلة والحوادث غير المستقلة هذه الورقة العمل مكونة من أربعة سئلة كما تشاهدون سؤال الأول بيقول يحوي صندوق ثلاث كرات بيضاء وأربعة سوداء يعني كلهم قديش؟ سبعة إذا سحبت كرتان عشوائيان على التوالي ما قال مع إرجاء إذا قال ما ذكر معناته بدون إرجاء على التوالي فإن احتمال أن تكون الأولى سوداء والثانية بيضاء يساوي طيب الأولى سوداء كم عدد السود؟ أربعة العدد السود أربعة عدد السود أربعة والعدد الكلي سبعة هذه الأولى سوداء ضار وما قال مع الإرجاء؟ ما ذكر إذا سحب على التوالي بفهم أنه بدون إرجاء الثانية تكون بيضاء قديش عدد البيض؟ ثلاث بس العدد الكلي صار ستة ليش العدد الكلي؟ لأنه أنا سحبت بالمرة الأولى وحدة فصائل سبعة نقصوا وحدة صاروا ستة طيب ثلاثة على ستة يعني نص نص ضرب أربعة على سبعة بيطلع الجواب اثنين على سبعة سؤالي بعده عنده رمي قطعة ناقد يعني بتعطي يا شعار يا كتابة مع مقعب مرقم من واحدة لين ستة شو احتمال يظهر الشعار والعدد ستة؟ بتطلع شعار وواحد شعار واثنين شعار وثلاث وشعار وأربعة وشعار وخمسة وشعار وستة وكتابة واحد اكتابة واثنين اكتابة وثلاث اكتابة وأربعة اكتابة وخمسة كتابه الستة يعني كلهم اطناش الحالة اللي بيقول عنا شعار مع الستة هي حالة واحدة من بين اطناشر حالة الجواب واحد على اطناش بعده يقول كيس يحوي كرتين زرق وتسعة حمر وقد صاروا اهداش يسحب كرتين حمراء الواحدة دون الاخرى تلو الاخرى بدون ارجاع واحدة تلو الاخرى بدون ارجاع شو بيقول بده احتمال سحب كرتين حمر يعني الاولى حمراء والثانية حمراء فشو بصير الجواب الاولى حمراء كم عدد الحمر تسعة تسعة وكلهم اهداش تسعة على اهداش ضرب ثانية حمراء ثانية حمراء صار العدد كله ثمانية حمراء والعدد كله مش اهداش عشرة ثمانية على عشرة ضرب تسعة على اهداش وهذا بيطلع الجواب ثمانية على عشرة بتختصر تصير اربعة على خمسة اربعة خمسة ضرب تسعة على اهداش بتصير ستة وثلاثين على خمسة وخمسين ضارنا هاي ستة وثلاثين على خمسة وخمسين يقولنا هاي واحد على تناش هاي ستة وثلاثين على خمسة وخمسين يسأل عن معطينا احتمال الشرط ومعطينا احتمال ب ويسأل عن ب ا و ب يعني ا تقاطع ب هاي تقاطع فالقاعدة بتقول انه التقاطع يساوي حاصل ضرب هذول يعني نص ضرب اثنين على ثلاث هذا بيطلع بالنهاية واحد على ثلاث اي الورقة العمل اننا حليتها بدون البرنامج ذات السبورة فطلع شوية الحل هذا لكن ان شاء الله وراق العمل الجايب نحلها على نظام السبورة اشتركوا في القناة